يعد مفهوم البطالة من المفاهيم التي اكتسبت أهمية كبرى في مجتمعات ودول العالم المعاصر من حيث البحث والتحليل واستقطب عناية أصحاب القرار السياسي والباحثين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي باعتباره أمرا ملحا على الساحة الدولية عموما والساحة العربية بشكل خاص تشكل نسبة البطالة في الوطن العربي بأعلى معدلاتها في اليمن بنسبة 60% وأدناها في قطر بنسبة 10% وتعيش بقية الدول العربية بين هاتين النسبتين ارتفاعا وانخفاضا بحسب ظروفها السياسية والاقتصادية تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات التي تواجه العالم العربي ولعل أبرز سمات الأزمة الاقتصادية في تلك الدول هي تفاقم مشكلة البطالة وتزايد عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون جدوى وتختلف نسبة البطالة من دولة عربية إلى أخرى إذ ترتفع المعدلات بشكل عام في دول منطقة شمال إفريقيا والتي ما زالت تحاول التعافي بعد مرحلة الربيع العربي مثل مصر وتونس وليبيا بينما ترتفع بشدة في دول الصراع المستمر والدول المحيطة بها مثل السوريا والعراق واليمن وفلسطين ولبنان ووصولا إلى الدول الخليجية الغنية التي لم تخلهي الأخرى من نسب البطالة وفي بلد كالعراق توقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعي ارتفاع معدل الفقر إلى أربعة وثلاثين في المئة على الأقل وأن الحكومة الحالية لا تستطيع تقديم شيء للفقراء في البلاد بينما توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تضاعف معدل الفقر في العراق إلى أربعين بالمئة ما يرفع من نسب البطالة التي وصلت إلى معدلات خطيرة الإخفاق الواضح في خطط التنمية الاقتصادية في البلدان العربية والسياسات الفوضوية زادت من أعداد جيش العاطلين عن العمل مع وجود الثروات الطبيعية والمتنوعة في المنطقة إلى أن ذلك لم يمنع الدول العربية من الوقوع في مأزق المديونية الخارجية التي تقدر بمليارات الدولارات وفي المقابل هروب رؤوس الأموال العربية إلى الخارج ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء نسب البطالة الكبيرة وترد الأوضاع الاقتصادية على الرغم من تكدس الثروات في الوطن العربي